مرحبا معكم كرييريف ايد لنبدأ بنصائح لمريض ضغط الدم فالوقاية خير من العلاج قم بقياس ضغط الدم بصفة منتظمة اذا كنت بدينا فعالج المرض بانقاس الوزن مارس تمرينات الرياضية وخاصة رياضة المشي والابتعاد عن التمارين العنيفة احذر ملح الطعام اقبل على تناول الاطعمة الغنية بالبوتاسيوم والكالسيوم احذر الشاي والمنبهات عموما والافضل ان تتجنب القهوة تجنب الانفعال والغضب يجب تناول دواء الضغط بمعيده يوميا احرص على العناية بصحتك بصفة عامة واحذر ارتفاع الكوليسترول بصفة خاصة والان علاج ضغط الدم من خلال بعض الاطعمة والفواكه والحبوب الكركدي اكد الدراسة علمية ان الكركدي كمشروب بارد او ساخن ينشط عضلة القلب واحد من نمو الاورام السرطانية بجسم الانسان ويفيد في خفض الضغط الدم المرتفع ويزيد من سرعة دوران الدم ويقوي ضربات القلب ويقتل مايكروبات وهو اكثر العلاجات شروعا يتم تحضير شراب الكركدي مثل الشاي ويشرب كما يشرب الشاي اما ساخنا او باردا البقدونس تحتوي اوراق وبذور البقدونس على زيت طيار وهذا الزيت يحتوي على مادتين كيميائيتين اساسيتين هما الايبول والميرستيسين واليهما يرجع مفعول البقدونس كمدر للبول وبذلك يعتبر علاجا لضغط الدم المرتفع وله مفعول كملين خفيف للامعة ومضاد للامساك اضف عدد اثنين ملعقة صغيرة من اوراق البقدونس وملعقة واحدة من البذور بعد طحنها الى كوب ماء مغلي ويترك النبات لينقع لمدة عشرة دقائق ويشرب ثلاث مرات يوميا بذور الكرفس تعتبر مدرا طبيعيا للبول لذلك ينصح بعض الاطباء باستخدامها في علاج مرضة الدم وعلاج حالات هبوط القلب او الفشل القلبي كما تستخدم هذه البذور في علاج مرض السكر يشرب منقوع البذور في الماء وذلك باضافة اثنين الى واحد ملعقة من البذور بعض طحنها الى كوب ماء مغلي وتنقع البذور لمدة حشرة الى عشرون دقيقة ثم يصفى الماء ويشرب يأخذ في اليوم ثلاثة اكواب الزنجبيل يتم تناول الزنجبيل كمشروب حيث يساعد على خفض مستوى الكوليسترول في الدم ويحمي من تصلب الشرايين كما انه يساعد على خفض ضغط الدم ويمنع حدوث الجلطات الدموية الارز يجب ان يتناول الارز مسلوقا وبدون ملح والارز تاريخ طويل في علاج ضغط الدم المرتفع ومشاكل كليتين البصل ينصح الباحثون بالجمع بين تناول البصل والثوم حيث تعد من افضل اغذية للوقاية من امراض القلب والشرعين والجلطات الدموية وهو ما يتعرض له مريض ضغط الدم المرتفع اكثر من غيره زيت الزيتون من افضل اغذية للحفاظ على سلامة القلب والشرعين وبقيامك بتناول ملعقة كبيرة من زيت الزيتون النقي الخام العصر الاولى يوميا فانه يمنع حدوث الجلطات ويقلل مستوى الكوليسترول اللبن وجد ان تناول لبن من زوع القشدة يفيد الشرايين من اكثر من ناحية وكذلك يعتبر مخفضا لمستوى الكوليسترول تناول يوميا اثنين الى ثلاثة اكواب من اللبن بعد نزع القشدة منه اما بالنسبة لاستخدام اللبن كعلاج لضغط الدم المرتفع فانه وجد من خلال الدراسات ان تناول قرص واحد من الكالسيوم يوميا يحتوي على 1000 ميلي جرام ادى لضبط مستوى ضغط الدم عند 44% من مرضى ضغط الدم المرتفع وهذه الكمية من الكالسيوم يمكن ان تحصل عليها من كمية من اللبن ما بين نصف كيلو جرام الى كيلو جرام الى ربن الثوم من افضل الاغذية التي تعتمد عليها لعلاج ضغط الدم المرتفع حيث له مفعول خافض لضغط الدم الانقباضي بمعدل 20 الى 30 درجة وخافض لضغط الدم الانبساطي بمعدل 10 الى 12 درجة ومن المعتقد ان مفعول الثوم كخافض لضغط الدم يرجع الى تأثيره المزيل لتقلص الشرايين كما يعتبر الثوم من افضل الاغذية التي تقي مريض الضغط من مضاعفات هذا المرض خاصة فيما يتعلق بحدوث تشلب الشرايين والازمات القلبية يمكنك تناول الثوم نيئا او مطبوخا على حسب العلاج الذي يستخدم لاجله فاذا اردت ان تستخدم الثوم كمضاد حيوي واسع المجال فلابد ان تأكله نيئا لان المادة القاتلة للجراثيم نوجودة بالثوم يضيع مفعولها مع الطبخ اما باقي خصائص الثوم كخافض لضغط الدم وخافض للكوليسترول فلا يشترط للانتفاع بها اكل الثوم نيئا او مضغه اي يمكن طبقه كما لا يشترط تناول الثوم على الريق ويفضل تجنب تناوله على الريق لمن يعانون من متاعب المعيدة يكفي تناول اثنين الى ثلاثة فصوص يوميا لحالات الارتفاع البسيط بضغط الدم ولا مانع من زيادة هذه الجرعة والافراط في تناول الثوم قد يحدث اعراض حساسية عند بعض الاشخاص وقد يؤدي للاجهاض او الولادة المبكرة وافضل وسيلة التغلب على رائحة الثوم النفاذة هي مضغ بضعة اعواد من البقدونس تناول الثوم من خلال المستحضرات الطبية كالكبسولات او الحبوب وزيوت الثوم يعتبر اقل فائدة بل احيانا تنعدم الفائدة تماما سمك السلمون ان سمك السلمون له تأثير خافض لضغط الدم المرتفع ويمكن الاعتماد عليه بدلا من الدواء لخفض ضغط الدم للحالات الخفيفة من ضغط الدم المرتفع وان العلاج يحتاج لفترة من الوقت حتى ينضبط ضغط الدم في المستوى الطبيعي الحبوب مثل الفول السوداني الفول فول الصوية الترموس اللوبيا الفاصولية الناشفة الذرة العدس الحمص وجد ان تناول يوميا كوب من الحبوب مثل العدس الترموس الفول النباتي اللوبيا يكون ذو فائدة عظيمة للمرضى الذين يجمعون بين الاصابة بمرض ضغط الدم المرتفع ومرض السكر حيث تعمل الحبوب على ضبط مستوى السكر بالدم لاحتوائها على نسبة مرتفعة من الالياف التفاح ان تناول ثلاثة الى اربع تفاحات في اليوم يقوم بخفض ضغط الدم المرتفع بالاستفادة القصوى من فوائد التفاح الصحية يجب ان تأكل التفاح على حالته دون ان تنزع قشرته نشكر متابعتكم لا تنسوا تعمل اشتراك بالقناة والضغط على زر اعجبني واذا كان لديكم اي استفسار تركوا تعليق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة